أبدى يرجن كلوب مدرب ليفربول عن سعادته بالانتصار الساحق على الغريم منشستر يونيتد بسبعة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز حيث قال كلوب في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس عقب المباراة لا توجد كلمات فإنها مباراة مذهلة فلقد لعبنا كرة قدم من الطراز الأعلى أمام الفريق الذي يعيش فترة جيدة وأضاف كلوب الشوط الثاني كان جيدا للغاية وكذلك النهاية فهذه هي كرة القدم وتلك الأمور يمكن أن تحدث وأوضح لقد كانت هذه هي الدفعه التي احتجنا إليها وهذا يضعنا في الطريق الصحيح فالكل يجب أن يعلم أننا لازلنا في الجوار وتابع الليلة كان عرضا لائقا لما يمكننا أن نكون عليه وما يجب أن نكون عليه من الآن فصاعدا وعن انفراد محمد صلاح بلقب الهداف التاريخي لنادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز قال كلوب مائة وتسعة وعشرون هدفا هذا جنوني فيا له من رقم لا يصدق فصلاح لاعب استثنائي ونحن نقدره الآن ولكن في المستقبل سينظر الناس إلى مسيرته ويتعجبون فنحن نشاهد شيئا مميزا حقا واختتم لقد كان أداء مذهلا اليوم وما زال أمامنا ثلاث عشر مباراة والكثير من النقاط للقتال عليها أما الليلة فكانت مثالية لنا